وللحديث عن الاتهامات بالفساد للسلطات الحكومية لمنحها جوازات دبلوماسية بشكل اعتباطي معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف مرحبا بك معنا دكتور أهلا وسهلا شكرا جزيلا حياكم الله دكتور على أي أساس تمنح وزارتاء الداخلية والخارجية هذه الأعداد الكبيرة من جوازات السفر الدبلوماسية ونقطة المهمة أن نوابا تحدثوا عن منحها لعارضات أزياء ومشهورات على وسائل التواصل الاجتماعي في البداية شكرا جزيلا أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين العزاء الحقيقة لا يوجد أساس لمنح هذا الجواز الآن بطريقة عشوائية طريقة الواسطات مثل نسميها والعلاقات وطبعا المحاصصة أيضا تدخل نظام المحاصصة المقيتة يدخل بها لأنه يعني عجز وزارة الخارجية والسيد وزير الخارجية عن فتح هذا الملف الآن دليل قاطع على أنه هناك أطراف نافذة في الوزارة وفي منظومة الفساد في كل مرافق الحياة وما نسميه الدولة إذا شاء أو يسموها الحقيقة القانون العراقي لا يمكن أن يمنح الجواز إلا بشكل حصري للرئاسات الثلاث هذا قانون أن أتحدث الآن قانون يقول أنه الرئاسات الثلاث أعضاء مجلس النواب أعضاء الحكومة رئيس مجلس القضائل على رئاسة تقليم كردستان والدرجات الخاصة وهناك حالات استثنائية قررها وزير الخارجية أو رئيس الوزراء هذه هي الحقيقة الشاكلة لمنح القانونية التخريجة القانونية أما البقية فحدث ولا حرج لأنه مثل ما ذكرنا أنه هي مسألة ارتياحات وواسطات وأيضا احتمال يكون رشاوي ودفع أموال وعملية فساد ممنهجة الآن بقضية الجوازات هذه أجيب لك مثال بسيط استاذ يونس للمقارنة تعداد نفوس اليابان 125 مليون عدد الجوازات الدبلوماسية أقل من ألف والعراق الآن يعني إذا نقول 41 مليون 42 مليون نفوس العراق عدد الجوازات الآن تفوق حسب الإحصائيات الموجودة لدى مجلس النواب 45 يعني تقريبا إذا تحسب 135 مرة أكثر من اليابان على ذكر الأرقام دكتور اللافت للانتباه أنه في عام 2021 كان الحديث عن 15 ألف جواز دبلوماسي لكن اليوم لجنة النزاهة تتحدث عن 45 ألف جواز دبلوماسي تم منحها لأشخاص بطرق كثيرة يعني خلال عام أو ما يزيد قليلا نحن نتحدث عن 30 ألف جواز منحت يعني ما هذا الإفراط ولمن تمنح؟ لا يعرف الآلية آلية منح الجوازات لا غير معروفة لحد الآن بصراحة يعني حتى أعتقد أنا يعني كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وحتى المخابرات المفوضة أيضا جهاز المخابرات يكون معني بالموضوع ورئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية كل المؤسسات هذه لا تعرف من يمنح الجواز لمن هذه المصيبة الأكبر لأنه هناك أقطاب فساد يعني الآن تمركزت يعني مثل ما يقال تجذرت في معظم المؤسسات لذلك لما يقولون عن مشاهير عرضات الأزياء ومشاهير التيك توك وغيرها هذه طبعا والراقصات ممكن يكون لعملية تسهيل تهريب مواد ممنوعة وعملة يعني هذه أيضا هي الحقيقة العملية الممنهجة في ممارسة ما يسمى بالتهريب وغسيل الأموال وغيرها عبر الجوازات الدبلوماسية لتسهيل الأمر لذلك أنا أقول حتى المؤسسات الآن بالخارج يعني دول العالم أصبحت الآن تحذر بشدة من إساءة استخدام الجواز الدبلوماسي العراقي سيدفع هذه الدول والمجتمع الدولي إلى التوقف عن التعامل مع الجواز الدبلوماسي لذلك هناك نصائح كبيرة الآن مقدمة للطرف العراقي من أن يلغى هذا الجواز ويتم إصدار يعني وثيقة جديدة دبلوماسية يتم أيضا غربلت كل ما موجود من يعني جوازات منحت بطريقة غير شرعية على أساس أنه هاي الآلاف المؤلفة من الجوازات الحقيقة يعني دهورت خلالها قيمة الجواز العراقي نهيك عن قيمة الجواز العادي والسياحي من نسبة للعراقيين نعم دكتور طالما أنك تحدثت عن ناكسات ذلك وعن حل من المقترحات المطروحة يعني مواجهة هذه الإشكالية أنتقل للسؤال عن موضوع آخر أو في نفس الموضوع ولكن من ناحية أخرى هل تتوقع أن تنجح الوزارات المعنية في ذلك في وقف هذا يعني ماذا نسميه في وقف هذا الأمر أم أن هناك جهات متنفذة هي التي تتحكم بهذه الموضوعات استاذ يونس العمل بالعراق أصبح الآن تحت هيمنة ميليشيات ونظام محاصصة مقيتة وأحزاب ولائية وأحزاب أجنداتها الخارجية هي التي تنفذ لذلك لا أمل ولا تعويل على هذه الطبقة السياسية الطغمة الفاسدة أن تصلح شيء ما لا في العلاقات الخارجية بالجواز العراقي ولا بالوضع الداخلي هذه البطالة وهذا الفقر وهذا التردي بالأوضاع الأمنية وهذا أيضا الشقة الهوة الفروقات الطبقية الآن هناك غنى ترى فاحش وهناك فقر أيضا مطقع بالنسبة للعراقيين لذلك لا حل وهذا هو المخافة الحقيقية لدى الطهم الفاسدة من أن فألا تحدث ثورة ثورة شعبية حقيقية ليست على غرار ثورة تشرين أعقد وأهم وأهم أن أقول الحقيقة لأنه هناك ثورة لشباب يصمم على التغيير وهناك أيضا حالة جوع حالة فقر الآن موجودة فأنا أعتقد الأيام والأسابيع والأشهر القادمة سوف تبلور فكرة التغيير الجاذ التغيير الجذري لأنه هؤلاء لا يمكن مثل ما قلت لا يمكن التعويل عليهم لا توجد ثقة الآن عدمت تماما ثقة الشعب العراقي بهذا النظام البائس الذي فرض عليه من الخارج هذه الحلول أما الحلول الترقيعية فلا تنفع مع الشعب العراقي الآن ولا يقبل عليها نهائيا أشكرك جزيلا دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا على سكايب من بغداد